وصفتنا لليوم هي من أروع الوصفات نحن نعمل مع بعض كيك الفريزية طريقته كتير سهلة وبسيطة وعن جد كتير طيب وخفيف خلونا نشوف المقادير أول الشي أنا عندي 3 من البيض حجم وسط 0,5 كوب أو 100 جرام من السكر 0,5 كوب أو 100 جرام من لطحين 4 كوب أو 30 جرام من اللوز المطحون إذا ما عنا لوز فينا نستبدله بالفستق السوداني ملعة صغيرة أو 10 جرامات من الزبدة 0,5 ملعة صغيرة من البايكينج باودر رشة ملح ونصف ملعة صغيرة من الفانيلا طبعا كل المكونات اللي هنحطها بصندوق الوصف بالكوب وبالجرام هلأ عم بخفو البيض مع رشة الملح والفانيلا وكمان السكر وهلأ بظلني عم بخفوهم تقريبا من 5 إلى 7 دقايق لحتى يصير اللون عندي فاتح ويتضاعف حجم المزيج هلأ أنتو ما تتأيدوا بالوقت لأنه حسب المضرب بيختلف من مضرب للتاني بس من بعد ما نلاقي المزيج وصل لهيد المرحلة بطفع ليا وبعمل رقم 8 متل ما شايفين بالمضرب إذا لقيت أضلت على سطح المزيج لفترة ثواني قبل ما تنزل لتحت يعني المزيج عندي مية بالمية صار جاهز شوفوا كيف رقم 8 بضل فوق على السطح قبل ما ينزل لتحت لمدة ثانية هلأ بهذه الأسناء بدنا ننخلط حين والباكينج باودر ونحطهم فوق المزيج وهلأ بواسطة الويسك بدنا نحركم من فوق لتحت ما بنخفوق أبدا متل ما شايفين على مهلنا لحتى ما يرجع يهبط البيض أو الهواء اللي فوتناه فبنصير نحرك من فوق لتحت متل ما شايفين بهيدا الشكل وهلأ كمان منضيف عليهم اللوز المطحون ومتل ما قلت لكم إذا ما كان متوفر عندكم اللوز فيكن تستعملوا الفستق السوداني منا مشكلة أبدا بيعطي طعمي كتير طيبة وهلأ منحرك متل ما شايفين من فوق لتحت بدنا ننتبه كتير منيح وبدنا نشتغل كتير على مهلنا لحتى متل ما قلنا ما يرجع يهبط معنا الكيك وهون من بعد ما حسيتون انه نخلطه هلأ بتضيف عليهم الزبدة طبعا هون أنا الزبدة دوبتها ورجعت تركتها لحتى تبرد ما تحطوها هي وبعدها صخنة يعني تركتها لحتى تبرد شوي ما بدنا إياها تكون كتير صخنة ونحطها على المزيج وكمان بدلنا عم حرك متل ما شايفين على مهل جدا لحتى تختفي معنا الزبدة فهيك صارت عنا جاهزة صارت بهيدا الشكل ومتل ما قلت لكم انه ما تخلطوا كتير لانه إذا خلطناه هون كتير متل ما منعرف انه لحيرجع يهبط معنا المزيج فما حنستفيد منه أبدا هلأ أنا هون عندي هيدا القالب بقياسه تقريبا من 21 ل 22 سنتي هلأ إذا كان أكبر شوي أو أصغر شوي منه مشكلة حتيت ورقة زبدة بالكعب ورشات أو دهنت على الأطراف زبدة ورشات طحين هلأ بدنا نفضي المزيج وشوفوا هون كيف عم نضربه على الطاولة لحتى يطلع منه كل الفقاعات الهواء هلأ بدي حطه بفرن بدي يكون محمى مسبقا على درجة 180 على الرف الوسط بدي ولع بس من تحت بياخد معنا من 15 ل 20 دقيقة هلأ بهيدي الأسناء أنا عندي هون الحليب بدنا نعمل الكريم باتسير عندي كوبان من الحليب حطيتهم على النار لحتى يغلوه وهون عندي 2 من البيض هلأ بدي أخفقهم مع معلقتين كبار من السكر هلأ أنا هون ما كترت كتير سكر لأنه بدي أرجع أخلط الكريم باتسير مع كريم شونتية وأنا الكريم شونتية اللي عندي فيها سكر فبتكنت انتبهوا كتير منيح لهيدي الخطوة إنه إذا الكريم شونتية اللي عندكم فيها سكر فما تكتروا سكر أبدا وجعت حطيت 4 ملاعق صغار مليانين هرمية من النشا الناعم وربع ملعة صغيرة من لطحين وكمان حطيت نصف ملعة صغيرة من الفانيلا وهلأ بدي أخلطهم كتير منيح مع بعضهم لحتى أتأكد إنه ما في تكتلات أبدا وكل المكونات دابت تماما متل ما شايفين صاروا عندنا بهيدا الشكل طبعا بهيدا الأسناء غلي عندي الحليب صار بهيدا الشكل هلأ باخد كمية من الحليب وبدي أحطها فوق مزيج البيض اللي خفقناه يعني تقريبا نصف الكمية باخدها هلأ بحركم مع بعضهم وبدي أرجع رجع الكمية كلها على الحليب وطبعا أنا وبهيدا الأسناء بدي أخفف الحرارة يعني أول ما بلش يغلي عندي الحليب بدي أخفف الحرارة على الأخير لأنه إذا كانت الحرارة عالية أكيد لح تكتل معنا الكريم باتسير ولح يتلع شكلها مش حلو أبدا فمنحطه على نار خفيفة وبدي أضلني عم حرك مبشي الإيدي من التحريك أبدا لحتي يتقل معنا المزيج ويصير بهيدا الشكل وهلأ بهيدا الأسناء أنا هون طفات النار لأنه خلاص غلية عنها وتقلت بدي أحط عليهم 50 جرام من الزبدة طبعا متل ما قلت لكم أنا هون طفات النار وهلأ الزبدة لح تدوب بحرارة الكريم وهون من بعد مدايبت الزبدة عندي تماما بدي أفضيهم بصحن فايش طبعا في كتير حشوات الكيك الفريزية أنا هون عم بعطيكم حشوة كتير خفيفة وكتير طيبة مش كتير تقيلة يعني أنتم عم تاكلوا الكيك بتلقوا كتير خفيف هلأ ضروري كتير هي وبعدها سخنة غطيها بكلينك فيلم لحتى ما تعمل معنا بس تبرد طبقة سميكة وأكيد لح يعطي شكل مش حلو وإذا ما بتكون تحطوا كتير فيلم فيكم كمان تدهنوا بشقف صغيرة من الزبدة تدهنوا السطح بالزبدة يعني هي لحالة بتدوب الزبدة وبتعمل طبقة وبتغطي السطح بتحمل السطح من أنه يعمل قشرة سميكة يعني فيكم أنتم تستعملوا الطريقة يلي بتناسبكم فيكم تحطوا كتير فيلم أو فيكم تدهنوا بالزبدة هذا الشي بيرجع لقلكم هون يشوفوا كيف الكيك خلص عنا أكيد بدنا نفحصه بعود خشب لازم يطلع عود الخشب نضيف ما في علاشي يعني صار الكيك عنا جاهز هلأ بدي خليه عجنب لحتى يبرد عندي تماما ما فينا نشتغل فيه أبدا هو بعضه سخن نتركه لحتى يبرد وفينا نعمله قبل بنهار كمان أحسن وأحسن هلأ هون الكريم بتسير كمان بردت عندي هلأ بفضيها بجات وبدنا كمان نخفقه شوي نخفقه شوي لحتى نضمن انه ما فيه تكتولات أبدا وهون عندي نصف كوب من الكريم شنطية خفقتهم مع نصف كوب من الحليب وهلأ بدي حطهم فوق الكريم بتسير وفيكن تستعملوا إذا لم تكن تحطوا كريم شنطية فيكن تحطوا كوب من الكريم فراش بتخفقوها وبتحطوها مع الكريم بتسير وهون من بعد ما خلطنا هنصاروا عنا بهيدا الشكل هلأ أنا حسيتون شوي رخوين أكيد لحيطلعوا معنا كتير الكريمة رخوة فعندي هون ورقة من الجيلاتين ما كترت كتير جيلاتين بدي انقعه بمي بيردي لازم تكون المي بيردي متنقعه بمي سخنق أبدا المي بده تكون بحرارة الغرفة تقريبا يعني من انقعه شي دقيقة أو دقيقتين لحتى تصير معنا طريب هيدا الشكل هلأ بعصرها من المي وبحطها بكاسة تانية وبدي حط مع معلقتين كبار من المي وهلأ بدي حطها بالمايكرويف لمدة عشر ثواني وهون من بعد عشر ثواني أنا بحركها شوي إذا حسيتوا بعدها الجيلاتين ما دابت مية بالمية نرجع من حط عشر ثواني تانية بالمايكرويف لحتى نتأكد ان الجيلاتين دابوا عنا تماما وصاروا بهيدا الشكل هلأ بناخد كمية قليلة من الكريمة اللي خفقناها وبحطها فوق الجيلاتين وبدي اخلطهم كتير منيح مع بعضهم هلأ أكيد نحنا ما فينا نحط الجيلاتين ضغري فوق كمية الكريمة لأنه يمكن يجمد معنا الجيلاتين ويمكن ما يزبط معنا فهيك نحنا نضمن انه الجيلاتين داب عنا تماما صار عنا بهيدا الشكل هلأ برجع بفضيهم فوق كمية الكريمة اللي عنا هلأ انتوا اذا بتحبوا شوي تكون الكريمة شوي جامدة فيكن تحطوا ورقتين من الجيلاتين منا مشكلة أبدا برجع بخفقهم شوي مع بعضهم لحتى يجانسوا تماما هلأ من بعد ما خفقناها هلأ بخليها على جنب وبدنا نبليش نحضر الكيك أنا هون عندي القالب طبع تشيز كيك قياس ونفس قياس الكيك اللي عملناه يعني نفس القياس وهلأ بدي حط على الأطراف هيدول البلاستيك أكيد منشتريهم من المكتبة أو من أي محل ببيع أدوات الحلويات وهلأ هون الكيك أنا قصيته بالنص هلأ بدنا نحطه بالقالب ومتل ما قلت لكم لازم يكون نفس إياس الكيك بدو يكون هيدا القالب وفيكن تخبزوا الكيك بقالب للشيز كيك مننا مشكلة أبدا ترجعوا وتغسلوه وبتستعملوه مننا مشكلة أبدا وهلأ بدنا نسئ الكيك بالقطر المخفف أنا عملته بنصف كوب من السكر مع نصف كوب من الماء وعصرة حامض حطيتهم على النار وبس دي بالسكر عندي تماما طفيت النار وحطيت عليهم نصف ملقة صغيرة من الفانيلا وهون عندها الفريز أنا قصيت الفريز بس بالنص متل ما شايفين يعني حبت الفريز قصيته بالنص وشلنا العرق الأخضر وهلأ بدي نحطها بالقالب بهيدا الشكل مكان اللي قصينا فيه الفريز بدي يكون ملاصق لحفة القالب بهيدا الشكل وهون عبات الكرامة بكيس الحلوانة أو كيس الكرامة ودروري كتير هون نحط بين حبات الفريز كرامة يعني إذا حصينا شوي الحبة هيك نازل منرجع منزبط لشكله وكمان حطينا بالأرض حطينا كرامة منزبط لهم شوي شكلهم لحتى يطلع معنا السطح متساوي وكمان عندي كمية من الفريز قد ما انتو بتحبوا الفريز فيكن تحطوه تقريبا عنا هون تقريبا كوب قطعتوا مكعبات بهيدا الشكل وحطيتهم بالوسط وهلأ بدنا نحط كمية من الكرامة طبعا منزبط لهم شوي الشكل من فوق يعني هون حشبة الفريز انتو بتحطو قد ما بدكن فيكن تكتروا وفيكن تقللوا هيدا الشي بيرجع لقلكم ورجعت حطيت القطعة التانية من الكيك بهيدا الشكل وهلأ كمان بدنا نسقيها بالقطر المخفف واذا ما بدكن تحطوا قطر مخفف وعندكن عصير الاناناس فيكن تسقوها بعصير الاناناس بيعطيها طعم كتير طيبة وهون انا تركت كمية من الكرامة وهلأ بدي حطها على الوج اكيد بنا نزبط شوي السطح وفيكن هون انتو ما تحطوا من هاي الكرامة فيكن تخفقوا كرام شنطية تحطوها كمان بيعطي الشكل وطعم كتير طيبة وهلأ بحاول زبط السطح شوي بهيدا الشكل وهلأ بدي حطهم بالبراد او بالفريزر لمدة ساعتين وبهاي الاسناء بدنا نساوي التغطية عندي هون كمية من الفراز اكيد بدون يكونوا مغسلين وبدنا نشير العرق الاخضر منهم بدي اطحنهم وبدأ اخذ منهم كوب وبدأ حط معهم معلقتين كبار من السكر وعصرة صغيرة من عصير الليمون الحامض وهلأ بدي حرقهم كتير منيح مع بعضهم وطبعا انا هون بدي حطهم على النار على نار متوسطة وبدأ ضلنا عم حرك فيهم لحتى يدوب عند السكر تماما وأكيد لحتى يبلش يغلي المزيج هلأ بهايدي الاسناء انا هون عندي نصف ورقة من الجيلاتين بدي انا قاع بماء باردة لازم تكون الماء باردة بحرارة الغرفة يعني بتاخد معنا تقريبا دقيقة او دقيقتين هلأ بعصرة كتير منيحة من الماء وبدأ حطها فوق الفراز طبعا هون الفراز غلع عندي وداب السكر تماما هلأ بدي طف النار ما بخلي النار والعة ابدا وبحركها كتير منيح هون بتدوب عندي ورقة الجيلاتين بحرارة الفراز هلأ متل ما لاحظتوا انا حطيت نصف ورقة بس لانه ما بدي الصص يكون كتير تقيل هلأ هون حسيت اللون شوي خفيف طبعا هيدا شي اختيارة حطيت ملون غزائي لون احمر اللي حطيت لها شوي اللون قوي ومتل ما شايفين حطينا كمية كتير قليلة ما كترت كتير بس لحتى نعزز اللون وهون تركتهم لحتى يبردوا شوي ما فينا نحطهم هني وبعضهم سخنين على الكيك وهلأ منمدهم بهذه الطريقة هلأ هون الكيك صار عنا جاهز هلأ بدي حطه بالفريزر لمدة ساعتين او بالبراد لمدة اربع ساعات وهون من بعد مرور اربع ساعات بالبراد صار عنا بهيدا الشكل هلأ منشيل هيدا البلاستيك وضروري كتير نبرد الكيك من بعد ما نحط صص الفريز على الوج لانه متل ما شفته حطينا جيلاتين لحتى يرجعوا يجمدوا وهيك صار الكيك عنا جاهز هلأ بدنا نزين شوي الوج انا عندي هون الفريز قطعهم بهاي الطريقة شوفوا كيف تعلق معنا هلأ منحطهم على الوجه طبعا انتو بتزينوا بالشكل يلي بدكم اياه يعني انا هون عم بعطيكم افكار وهيدا هو الكيك فريزر صار عنا جاهز متل ما شايفين شوفوا كيف الكرامة كامش شوي عحالة اكيد مش كتير جامدة الكرامة انتو اذا بدكم اياها اجمد من هيك اكيد بتزيدوا اكتر جيلاتين بتحطوا ورقتين جيلاتين شوفوا الصص هون كيف بعضو شوي الطريق مش كتير جامد وهيك بتكون خلصة وصفتنا لليوم بتمنى تعجبكم اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وصحتين اشتركوا في القناة